هل يجوز القسم بكلام الله تعالى لأي سبب؟ مثل ترك السجائر من حيث الجواز أن تقسم بالله تعالى على شيء تفعله أو تتركه جائز لكن يجب أن تلتزم وإياك أن تجعل الله تعالى عرضة لأيمانك بمعنى تكثر من اليمين لكل شيء الله تعالى يقول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم واضح؟ لكن إذا أقسمت بالله صرت ملزما فهنا إذا أقسمت يمينا على ترك السجائر هل تظن بأن دفع الكفارة سيبيح لك السجائر؟ لا أنت أقسمت يمينا على شيء هو بالأصل حرام هو بالأصل حرام والسجائر حرام لأنها تؤذي البدن بإجماع الأطباء لذلك فهي حرام طيب لذلك إذا حتى لو دفعت كفارة فإنها لن تحل لك لذلك اجعل اليمين سببا للثبات على ترك السجال وأسأل الله تعالى أن يقويك وأن يعينك على تركها ترجمة نانسي قنقر